مش صح تبص تلاقي مثلا واحد قاد في حتة دافية جدا ولبس تقيله قافل الزراير يعني مقافز نفسه تقافيز جمد جدا وفاجأة يطلع يفتح الباب ويطلع في حتة فيها طيار برد فجيل ونزلة شعبية او التهاب في الزور وهذا المكروب اللي بيجي في الزور لو كان المكروب السباحي ممكن يؤثر على القلب لو كان عنده حساسية وتحصل الحمى الروماتيزمية اذا من فصول نشاط الحمى الروماتيزمية هي فصول الشتاء او فصول البرد ويمكن انا هنا من هذا المكان الرائع التوعوي التنوية الجميل اللي له رسالة تنويرية من الاعلام الصحي والطب الرصين بنهتم بالوقاية فلو سمحتم المدرسات في الفصول بلاش التأفيل الزيادة وخاصة لو طفل عنده التهاب في الزور او بيكوح لان التأفيل الزيادة للشبابيك والابواب هيخلي فرصة وبيئة لانتشار المكروب ايضا الاسر اللي سكنة في اماكن التهوية فيها مش جيدة يحاولوا بقدر الامكان يعملوا تهوية لان عدم دخول الشمس للبيت وارتفاع نسبة الرطوبة والبرد داخل البيت دي برضو مناخص بالنشاط المكروب السباحي والمكروب السباحي اللي هو ده اشهر مكروب بيصيب الزور ونتيجة هذا المكروب السباحي ممكن تحدث الحمى الروماتيزمية اللي واحد من اعراضها روماتيزم القلب وصمامات القلب وديق الصمام الميترالي وارتجاع الصمام الميترالي وديق الصمام الاورتي وارتجاع الصمام الاورتي وروماتيزم عضلة القلب وده مرض مزمن جدا قد ينتهي بجراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام أو ينتهي بتوسيع الصمام الميترالي بالبلونة فلو سمحتوا الوقاية من الحمى الروماتيزمية إذا كانت مهمة في كل الأوقات هتزيد الأهمية بتاعتها في فصل الشتة والاحتياطات من التهابات الزور وبالنسبة للأطفال بالذات المشروبات المثلجة أيضا تغير حرارة الزور يعني ما يبقاش مثلا شارب مشروب دافي وبعد شوية يشرب حاجة سقعة يعني برضو المشروبات البردة والسقعة في الشتة دي محتاجة أن هي تبقى يعني بحكمة وبعناية عشان مناعة الزور ما تقلش فتدي فرصة للمكروب السبحي ينشط فيحصل التهاب في الزور أو التهاب اللوزاتين وعلى فكرة التهاب اللوزاتين واستئصال اللوزاتين ده مش نهاية المطاف بالنسبة للناس اللي عندها حساسية من المكروب السبحي وعندها أجسام مضادة وعندها البروتين المتفاعل سي عالي وعندها سرعة الترسيب عالية ممكن بعد استئصال اللوزاتين يحصل أيضا التهاب في الزور وبفيه قابلية أن الأجسام المضادة توصل للقلب وتعمل مشكلة في القلب طيب هنشوف أول اتصال النهاردة وبعد كان نرجع لموضوع النهاردة عن البرد والقلب الشتاء والقلب أزمات القلب في الشتاء نادا السلام عليكم وعليكم السلام اشتركوا في القناة